السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده بإذن الله عز وجل نشرح ايه الفرق بين الـ Center Interlock والـ Double Interlock وازاي بيشتغل نظام الـ Beraction System وبالتالي لو حبينا نتكلم على الـ Beraction System فالـ Beraction System هو عبارة عن System ويستخدم فيه عادة فيه اكتر من حاجة. يستخدم فيه الأماكن اللي الجو فيها بيكون بارد جدا بحيث ان انا اخشى ان انا المية تتجمد جوه الموسير. زي مثلا الـ التلاجات الكبيرة جدا بادر في بعض الدول اللي هي بيكون فيها الجو بارد وتوصل درجة الحرارة درجة البرودة. فيخشى ان اه تتجمد المياه داخل المواسير وبالتالي اثناء الحريق وبالتالي اثناء الحريق لا يتم اه سريان المياه وبالتالي لا تتم عملية الاطفاق. ولذا فانا استخدام الـ Beraction System بيتم في هذه المناطق الباردة. بيتم ايضا استخدام الـ Beraction System في الـ Data Centers. بحيث ان انا بستخدم هو نظام رخيص نظام استخدام نظام الاطفاق بالمياه وهو نظام رخيص مقارنة مقارنة باستخدام نظام الاطفاق بالغازات لواء النوفيك عشرين اتنشر تلاتين او الـ FM 200 وهو نظام آمن على البشر مقارنة وآمن على العكس طبعا من نظام الـ CO2. وبالتالي فانا باستخدام نظام الـ Beraction اللي هو بتكون من الـ Bartleman الرئيسي اللي هو الدولوج فالف. اللي هو دولوج فالفي ده. وشبكة المواسير ومجموعة الرشاشات او النوزل. من للرشاشات. وبتكون من الـ Fire Releasing Panel. الـ Fire Releasing Panel بتكون مشابهة بشكل او باخر. نفس الـ Fire Releasing Panel الخاصة بالـ Fire Releasing System او السيوتو سيستم او الـ Clean Agent بشكل عام. طيب. ايه الطريقة تشغيل الـ الـ Peraction System. الـ Peraction System. الـ Peraction System فيه منه ثلاث انواع. الـ Non Interlock System. Single Interlock System. ال Double Interlock System. وكل واحد منهم بيشتغل بطرق معين. لو جينا بنتكلم ايه الفرق بين الـ Double Interlock والـ Single Interlock والـ Non Interlock. خلينا نتكلم في الـ Double Interlock System. عشان النظام يتفاعل. والمية تروح للمنطقة اللي انا بحميها. ويحصل صرايان للمية في المواسير لازم يتحققها شرطين. الشرط الاول هو استقبال استقبال اشارة من نظام الانذار. الموجود في هذه المنطقة المحمية بنظام الـ Peraction. ودي اشارة رقم واحد. الاشارة رقم اتنين بتجيلي عن طريق. ان يحصل اشارة لو بريشر للمواسير المضغوطة بالهواء. يعني خلينا نقول. نظام الـ Peraction بيكون عبارة عن دلوش فالب. الدلوش فالب ده متوصل على لوحة. ومتوصل على شبكة من المواسير. الشبكة المواسير مضغوطة به هوى مضغوط او نترج. طيب الهواء المضغوط في قلب الشبكة ده. بستفيد منه من كزا نقطة. اول نقطة ان انا. في حالة حدوث اي كسر. لمجموعة الرشاشات او لاي رشاش بالخطأ. الحالة دي. انا بقدر عن طريق تصرب الهواء من شبكة الرشاشات. يديني اشارة لو بريشر على اللوحة. وبالتالي انا بقدر اعرف ان حصل فيه تصرب الهواء في الشبكة. وفي نفس الوقت حصل تصرب الهواء في الشبكة. او الهواء في الشبكة. لكن ما حصلش ان المية وصلت لبقى الشبكة. يعني بمعنى صح لو انا بحمي data center. وحصل بالخطأ. ان احد الرشاشات انكسر في المنطقة اللي انا بحميها. و data center منطقة بياناته. وال value بتاعة المواد دي فيها غالية جدا. وبالتالي اذا حصل اي خطأ وانكسر احد الرشاشات. فالشبكة عبارة. الشبكة بكون فيها جواه هوا مضغوط. فالهواء ده اول ما بكسر الرشاش الهواء بيتصرب من الشبكة. ويديني انظار ان حصل خلل فيه. الشبكة وان في حالة حريق. طيب هل بتنطلق المية في المرحلة دي؟ لا موتنطلقش. لازم شبكة لازم ال 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 ا ا still يستنى الاشاره التانية من الرشاشاتسوري من الكواش videos. وبالتالي في الحالتين في حالة البر اكشن سوري في حالة ال ال double interlock وفي حالة ال single interlock انا عندي شبكة المواسير بتكون مضغوطة هو تمام كده في الحالتين طيب في حالة ال double interlock في حالة ال double interlock لما بيحصل حريق في المنطقة اللي انا حاميها من نظام البر اكشن بتجيني اشارة من بتجيني اشارة من النظام الانزار يعني خلينا نشوف مثلا لما تشغل الفيديو انا عندي بيحصل حريق في منطقة منطقة المحمية بنظام البر اكشن الحريق بيبدأ يتصاعد بديني دخان الدخان بيبدأ يشغلي نظام الانزار كده انا حصلت على الاشارة رقم واحد طبعا بيبدأ الحرارة زيت في المنطقة طبعا ما بيشتغل الكواشف بتديني اشارة عن لوح اني حصل حصل انزار ولكن لا يتم فتح الدلوش فالف الا بانتظار الاشارة التانية في المرحلة ديا انا ممكن يتم سيطرة على الحريق عن طريق الطفيات او 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 لكن مع تصاعد الحريق وانتشاره الحالة دي المنطقة بتاعت الحريق بتسخن او الغرفة بتسخن مما تؤدي الى كسر الرشاش اما بيحصل كسر الرشاش بتاعي بيتصرب الهوى المضغوط من قلب الشبكة وبالتالي بتديني اشارة لوبرشار للوبرشار سويتش وفي الحالة دي بعد تأكيد الامرين جالي اشارة انزار وجالي اشارة لوبرشار بيبدأ يفتح معايا الدلوش فالف وبتبدأ المية تخش على السيستم عندي وبتحصل عملية الاطفاق المرحلة اللي احنا بنتكلم في دي هي مرحلة الدبل انترلوك سيستم يعني لازم تجيلي اشارتين اشارة من اللوحة الفاير الارم واشارة تانية من اللوبرشار سويتش او اللو اير سويتش اللي على راكب على المواسير بحيث ان في حالة الهوى الضغط الهوى نزل بديني الاشارة ده بكل بساطة الدبل انترلوك سيستم برياكشن دبل انترلوك سيستم طيب في حالة السنجل انترلوك في حالة السنجل انترلوك السنجل انترلوك انا بكتفي فقط باشارة واحدة اما بيحصل تفعيل لي نظام الانزار في الغرفة الحريق بيحصل في قلب المنطقة اللي انا بطف فيها بيتصاعد الدخان الدخان بيوصل للكواشف وبالتالي الكواشف بتدي اشارة على بالحالة دي على طول ديريكت بيفتح معايا في الحالة دي على طول ديريكت بيفتح معايا الدلوشفالد مباشرة ما بيستناش تأكيد ما بيستناش تأكيد الاشارة في من يعني اكشن واحد في السنجل انترلوك اكشن واحد فقط هو اللي بيؤدي لتفعيل السيستم طبعا ولكن في السنجل انترلوك بتكون عندي ميزة اضافية يعني مش ميزة اضافية بيكون عندي تأكيد اضافي ان مجموعة الكواشف في بتكون متوصلة يعني كاشف بيؤكد كاشف ب او الدخان والكاشف الاخر بيؤكد ان في حريق وبالتالي النفس تفعيل طريق التفعيل النوفيك والسيوتو والإفن 200 انا باخد بشتغل بالكوروز زوني باخد كاشف بدين اشارة والكاشف الاخر يؤكد هذه الاشارة ويؤكد ان في حريق وبالتالي الاشارتين بتجمعوا على بعض يشغلوا لي السولولويد اللي على الدلوش والف وبالتالي يبدأ تطلع الماء ده بكل بساطة الفرق ما بين والدبل انترلوك والدبل بالنسبة النان انترلوك سيستيم بيكون عبارة عن دولوج فالف عادي باوبن سيستيم بشتغل ديريكتلي مع بدون بدون الاشارتين دولي يكفيني فقط ان يحصل حريق تبدأ الماء على طول تبدأ تشتغل في اللي هو الاوبن سيستيم معنا صح طيب النقطة الثانية اللي عندي اللي عايز اتكلم فيها الاو هي في الوضع العادي اما بيحصل ان تصرب او في المنطقة حصل كسر الاحد الرشاد بتاعتي في المنطقة المحمية ولكن حصل كسر بالخطأ كسر حصل بالخطأ الحالة دي بيتصرب الدخان عندي من المنطقة اللي انا حاميها بتديني اشارة على لوحة الانذار تمام كده بعد ما بتديني اشارة على لوحة الانذار ببدأ اشوف ايه المشكلة اشوف ايه المشكلة اروح اغير الرشاش بتاعي اركب رشاش مكانه جديد وبيبدأ الكم بنصر العمل بتاعه انه يبدأ يضغط للشبكة تاني هو وبالتالي السيستيم يرجع نورمال بكل بساطة بركب بغير الرشاش بتاعي وبالتالي السيستيم يرجع نورمال بشكل بشكل رئيسي وبشكركم جدا جدا ويريت انه كون المعلومة دي فديك في شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته